باب السماء كلما قربتلو قرب والدعوة سن منمى من غير املت صعب باب السماء كلما قربتلو قرب والدعوة سن منمى من غير املت صعب والقلب هو السماء املى ايمان بالله اقصد كرمت الان واللي بيقرب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بكم اخوة الامان والاسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي امسية صلى الله عليه وسلم ان تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى طاعة اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والغباء واصرف عنا اذى الجهلاء اللهم يرافع السماء يكاشف البلاء يسامع الدعاء احفظ شعبنا واحفظ جيشنا واحفظ رئيس جمهوريتنا واحفظ اولادنا وارحم اللهم ابانا وامهتنا برحمتك يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدك كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات سنكمل هذا الباب العظيم الذي تحدثنا فيه بالأمس والردود الأفعال التي جاءتني من حضراتكم طيبة مباركة لأننا ستريد المزيد من هذا الموضوع لأنه موضوع التسخير نحن نتكلم تحديدا عن موضوع التسخير وأنه حوله قامت السماوة والأرض لكن الحقيقة اسمحولي قبل ما خشي بس في موضوع التسخير وكمل الحديث فيه لأنه موضوع شيق ولطيف جدا أنا عاوز أقول من باب التسخير أن الله سبحانه وتعالى يسخر الشعوب لبعضها البعض ويسخر الناس لبعضها البعض فتجد واحد لا علاقة به يدخل فرحة إلى قلبك ويدخل فرحة إلى أولادك يعني هناك أمور بمناسبة التسخير تحدث لا دخل لك بها إنما يعني يعملها الله لك يجريها الله لك ليه إدخال الفرحة إلى قلبك ليه إذهاب الهم عن نفسك ليه إذهاب الغم عن قلبك وأمر لا علاقة لك به أصلا يعني أمر أسعدك عن طريق آخرين كما يحدث أن هناك أمر أحزنك عن طريق آخرين يعني بيحدث أنك أنت بتتابع حادث مؤلم لمقتل طفل أو لمقتل أم أو لانتحار شاب أو لأي حاجة بتحصل في العالم من هذا القبيل الإنسان بي أحزن فالموضوع لا علاقة لي به ولكنه أتى إليه بطاقة سلبية طاقة سلبية الطاقة السلبية اللي هي النيجاتي في أنيرجي أن الطاقة السلبية هذه هي التي تحدث في القلب غصة وتحدث في النفس ألم وتحدث في النفس أنت لو بصيت في القرآن كل الأمور التي وصفت بأنها حصارات أو أحزان على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من النبي وليست من بيت النبي إنما من خارج بيت النبي أو من خارج حياة النبي عليه السلام فلا تذهب نفسك عليهم حصارات مثلا حصارات على مين على أمور خارجية مثلا وإذا كان هناك أمر داخلي وكذلك انظر في القرآن الكريم حتلاقي فلعلك بيخير عن نفسك على آثارهم اللي لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني أهو شيء حدث خارجي أني واحد كفر أو واحد ما أمنش أنا مالي اللي يؤمن يؤمن فمن شقف اليوم أنا مالي هو حر إنما الموضوع بالنسبة لي أعطاني حزن أنه رفض طريق الطاعة أو رفض أن يموت على الإسلام أو رفض أن ينطق الشهادتين مش كده وكذلك يعكز بقى كذلك الطاقة الإيجابية الخبر حتى لو أنت ما انت اشترف فيه ما يخصكش ما يهمكش أنت مش أنت اللي بتعمله إلا أنه بيديك طاقة إيجابية الطاقة الإيجابية دي لازم تشكر ربنا عليه ولازم تفرح به فاكر أنت موضوع الروم والفرس لما ربنا بقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم أذين يفرح المؤمنون بنصر الله هو دا اللي أقصده بالطاقة الإيجابية لأنا بكلمك عنها بقى التاقة الإيجابية احنا بنعبر عنها بكين بتتاقة الإيجابية علماء النفسي يعني إنما هي في الحقيقة فرحة الشريعة والقرآن عبر عنها بإنها فرحة فرحة إيه فرحة لانتصار من نحب لانتصار من نحب بس يعني الحيازك النفسي إلى من تحب ورغم إنه الروم كانوا أهل كتاب وإحنا مسلمين لكن بيننا مشترك المشترك دا إيه مشترك الإسلام كذلك الشعوب العربية والإسلامية بينهم مشترك المشترك دا إيه الإسلام والعروبة والجوار كل المشتركات دي عيشت الناس فيه جو لطيف جدا بالأمس بمناسبة فوز الفريق المغربي الذي يمثل دولة المغرب الشقيقة هو في الحقيقة يمثل كل العرب وكانت فرحة عالية جدا بعض الشيوخ أو بعض الدعاء يحاول يتفه المسألة وهذا الحقيقة من قلة العلم لأنه لابد من تطخيم الفرحة لابد من تطخيم الفرحة لأن طالما هناك جامع لأن هناك رابط لأن هناك إذا اكتشفنا أن هناك ما يربط بين شعوب الأمة أهلا وسهلا ولما لا إنما طبعا شوف أهداء أهداء اللي أنا بقول لك عليم قبل كده إنه الفقه الفاتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والحالة والظرف والعادة والعلم الأمور الأحكام بتتغير لو أنت بصيت في كتب التراث الإسلامي عن لعب عن لعب كرة القدم حتى يقول لك يعني يعني ده لغوي ده لهوي وده عبس وده تضيع الأوقات ويعني مش تضيع مش كرة القدم تحديدا هما بيكلموا عن اللعب بشكل عام آه إنما الحقيقة وكنا اتربينا إحنا في جيل آباءنا كانوا بيعتبروا إن لعب الكرة دوت هو مفسدة ما بعدها مفسدة يقول لك دواد لعبي دواد بيلعب كرة ليل ونهار دواد بينزل الشارع كل منزل الشارع يشتري حاجة يلعب كرة النهار ده حضرتك أصبحت كرة القدم لها آه يعني آه آه وزنها في حياة الشعوب أما بكلمش الدول لا في حياة الشعوب وبالتالي انعكست على اقتصاديات الدول وانعكست على العلاقات السياسية بين الدول وانعكست على مستقبل التربوي للأطفاء للشباب في المجتمعات فبنقول لأي شيخ أنت بتتمنى إيه في حياتك بالنسبة للشباب يقول لك أتمنى في حياتي بالنسبة للشباب ان ما شوفش شاب ان ما شوفش شاب بيتعطى مخدرات ان ما شوفش شاب بمدمن اللهم أمين ربنا يشفي الشباب كلهم ويحميهم ويحفظهم طب كرة القدم حققت لنا ده جامعت الشباب حوالين تدريبات وحوالين رياضة وهو المطلوب مش انت عاوزهم يبعدوا عن اعادات الفساد واعادات الفسق واعادات الفجور وعاوزهم رياضيين الرياضة بقى ايا كان بقى اوعى تفتكر علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخير ده حديث ده مش حديث نبوي ده كلام من جمل المحسوب او المنسوبة الى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ارضاه انما هل هو حديث لا مفيش قاله صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخير لا انما عندنا لا سبق الا في نصل او خف او حافر هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لما كان شائعا عنده في بيئته في بيئة العرب وقته انما النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد ان يحصر التنافس الرياضي في هذه الثلاثة فقط دون غيرها انما الدرس المستفاد ان شعوب الامة كلها انا حقولكوا على حاجة انا الحقيقة طبعا يعني محترام الكامل لكرة القدم انا لم اشاهد المباراة لاني كنت في وقتها كنت احاضر في اكاديمية الاوقاف في هذا الصرح العظيم بتخليف من السيد الاستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف للتدريس للوفود العربية التي تأتي تباعا وتتوالى وصولها الى مصرنا العزيزة للدراسة والتعلم والاستفادة والافادة من خبرات العلماء الازاهرة وعلماء وزارة الاوقاف وعلماء مصر في الدعوة وفي المجال الدعوي الحياة الاكاديمية بتقوم بعمل عظيم جدا في السادس من اكتوبر فالحياة كنت معايا الوفد الجزائري بديهم محاضرة في فنون التواصل الدعوي وبتكلم عن العلاقة الاعلامية بالعلاقة الدعوية وكنا الحياة المحاضرة استغرقت ساعتين اتنين في جو من الحب والمحبة شيء يعني علماء الجزائر انا فجئت بهذا يعني الحقيقة مستوى متميز مستوى متميز يختلف عن اي الحقيقة يعني يختلف عن اي بعثة اخرى ليهم كل الاحترام والتقدير انما علماء علماء بحق انما عاوز اقول بس حاجة الكلام ده قلتلكم معايا مين علماء الجزائر اثناء الحدث ايه اثناء المباراة التي جرت بالامس الحقيقة جاء انا الخبر عن طريق احد العمال انه المغرب فازت بهذه المباراة الحقيقة كان عاية يهميني جدا يهميني جدا اشوف وجوه الجزائريين انا طبعا انا عن نفسي انا سلرته الحمد لله قلت طب الحمد لله ده خبر لطيف ادخل الفرحة والسعادة الى قلبي انما منظرت الى وجوه الجزائرين وجدت سعادة ما بعدها سعادة هللوا وكبروا وسعدوا وعانق بعضهم بعضا يعني كانوا في فرحة شديدة جدا عندما ها هذه هي الشعوب العربية مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجاسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمة والسهر منظر ومشهد كان اكتر من مدع قلت يا رب كما وحدتنا بهذا الدين وحدنا بهذه الدنيا وكما وحدتنا في جدنا وحدنا يا ربنا في لهونا وفي كل شيء في حياتنا حتى نرجع خير امة اخرجت للناس نكرر التهنئة لفريقنا المغربي الذي شرفنا ولا يهمنا ما يحدث بعد ذلك ونتمنى لهم وهو اكثر من ذلك انما لا يهمنا يعني اكثر من انه وقفوا وقفة رجال واسبتوا انهم على قدر المسئولية والاحترام بارك الله في كل من يشجع رياضة نافعة تنفع شباب الامة وفاصل ونواصل ابقوا معنا اه يعني معلش محدش ياخذني على ان انا استطرت شوية في موضوع الكرة القدم ده لان الموضوع مهم على فكرة موضوع ما هواش تافه الموضوع مهم وموضوع متعلق بمستقبل الكيان الصحي والبدني لولدنا يعني مش اكتر من كده انت عاوز تشوف اولادك اصحا عاوز تشوف اولادك مهتمين بان انشطك جده جده بعض الشيوخ بقى بيدخل في الموضوع دوت بالخطاب الوعزي المشهور يعني دي كورة بنفوخة دي وعيال بتجري وراها دي هو دوت اللي بيوحد الامة فاكرينك هتواحد الامة في قضية معرفش ايه وحتتكلم في قضية ايه فاكرينك هتتكلم في ايه طب يا سيدي دولة اولاد صغيرين فتية صغيرين شباب يعني انت عارف سنهم كام ده 21-22 سنة اللي حضرتك شوفهم عملوا اللي اقدروا عليه انت بقى بخبرتك العظيمة وبعلمك الغزير يلا واحد الامة على هدف منشود اشتغل انت بقى انما انتو خطابكم خطابكم المتطرف ادى الى انشقاق الامة يعني الفتاوى التي لا تراعي المتغيرات ولا الزمان ولا المكان ولا ادت الى ايه الخطاب الديني المعوج ما بتكلمش عن الخطاب الديني الوسط المعتدل بتاعنا في الازهر الحمد لله احنا بنجمع ما بنفرقش بنجمع ما بنفرقش بنجبر ما بنكسرش احنا منتمين لاوطننا ولا هربنا من بلد ولا عدينا جيش ولا بنتطور على وليه امر احنا مش زي المنحرفين التانيين احنا بنتكلم الناس اللي اللي خطابهم المتطرف اللي هم اللي بيردحوا وراء الحدود زي ما بيقولوا كده اللي مسخرين كل طاقتهم بألسنة حداد على شعوبهم وعلى جيوشهم وعلى مجتمعاتهم فرقوا الامة ودخلوا الاولاد شوف دخلوا الاولاد في محرقة محرقة اسمها الجهاد الجهاد بتاعهم غير الجهاد اللي جيه في القرآن وغير الجهاد اللي نعرفه في الاسلام الجهاد يعني المجاهدة لنشر سماحة الاسلام ولنشر خلق الاسلام ولحماية الانسان مش لإسالة الدماء وللاعتداء على الاعراض ولا اكتياز الحدود ولا اخذ النساء سبايا ولا هدم الكنائس ولا الاعتداء على اخواننا غير المسلمين الكلام دا ما نعرفوش في اسلامنا انما هم بخطابهم فتتوا وفرقوا واحرقوها وجعلوها محرقة ودمروا الشباب وزرعوا الفتن ونشروا التعصب لما يجيلي في هذا النفق المظلم وميد وبصيص من الدوق عن طريق شباب لهم كل الاحترام والتقدير قاموا بجبر خواطر شعوبهم ولو بلهو مباح ولو بعمل فيه تنافسية وفيه نوع من العزة انتوا شفتوا بعنيكم انتوا شفتوا بعنيكم المجتمع الغربي بيستخدم نفس الشباب اللي بيمارسوا الرياضة لنشر الشذوذ الجنسي وللدفاع عن امور غير اخلاقية شفتوا بعنيكم بعض الفرق اللي كانت حريصة وبعض الرياضيين عندهم اللي كانوا حريصين على ارتداء شارط المثلية وشارط اللي بيقولوا عليها شارط شارط الشذوذ بيقولوا عليها مثلية وهي شذوذ واضح شفتوا بعنيكم قد ايه كانوا حريصين على تدمير اخلاقيات المجتمع العالمي عن طريق رياضيهم فروحنا احنا مقدمين رياضيين المغرب الشقيق وكل دولة الحقيقة امت بما يسعوها من اي فريق سعودي الفريق السعودي او الفريق القطري او لهم كل احترام والتخدير فقاموا المغاربة بتقديم فريق اعطى قيمة اخلاقية كانت المجتمعات كلها في حاجة اليه عارفيني قيمة اخلاقية الاولى التي أعطاه فريق المغرب للعالم بأسره بر الوالدين بر الوالدين يعني إذا تنقلت الأخبار وشاهدت السور وتتبعت أخبار هذه المباريات ستكتشف أن الفريق الشباب المغاربة يحرصون على وجود آبائهم وأمهاتهم على وجود آبائهم وأمهاتهم معهم في المباريات طلباً للمدد وطلباً للبركة وطلباً لنفحات الدعاء وطلباً للتدعيم النفسي وما أجمل هذا المشهد الذي ما انفرغت المباراة إلا وجرى كل واحد منهم والله أنا لم أشاهد المباراة لكن هكذا رأيت في النشارات الأخبار ورأيت في تعليقات السوشيال ميديا انبار كل لاعب منهم يجري على أمه وهذا يجري على والده وهذا يقبل قدم والده ورأس والده وهذا يقبل رأس أمه هذه أخلاقيات كنا ننتظرها يبثها العلماء في نفوس الناس والتربويون في نفوس الناس فإذا بشباب انتزعوا راية الدعوة وراية نشر الخلق ولو عن طريق كرة القدم حي الله جهودهم بارك الله في لعبهم هذا أصبح اللاعبهم هذا رسالة وليس لعبا أصبح رسالة رسالة تحترم رسالة تنحني لها الوجوه باحترام وإجلال وأكبار لأن هؤلاء ضربوا الأمثلة في بر الأمهات والحقيقة الدلالة التي يجب أن تستنبطها البسالة التي رأيتها في الملعب سببها أن هناك شيء غال يحاول ذلك الشاب أن يجبر خاطرة لما يبقى لك شيء غالي أنت عاوز تجبر خطره فيجيب أمه ويجيب أبوه ويبقى عارف أنه مش عاوز أبوه أو أمه يخرج من استاد كرة القدم مكثور الخاطر أو مهموم أو حزين أتلوا أنفسهم في الملعب يعني أكلوا النجيل أو الأعشاب أكلوا الأرض أكلاً ونهبوا الأرض نهباً من أجل بذل المجهود والتضحية من أجل إسعاد أمهاتهم وأبئهم الحقيقة دروس كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى في طريقة إسعاد الآخرين والطاقة الإيجابية ووجود ما هو يسمى الغالي والنفيس وكيف تستغل الرياضة في إذكاء الأخلاق وفي إعلاء الروح الطيبة بين الجماهير كيف استطعت الرياضة جمع الأمة العربية وفي هذه الفرحة وهذه السعادة لا يوجد عربي إلا وهو سعيد وفرح ويعني يكاد عقله يطيش من الفرح من شدة سعادته بأن أشقائنا المغاربة المحترمين جزاه الله كل الخير ولا يهمون ما يأتي بعد ذلك يعني أنا الحقيقة أنا قنوع جداً بما أثر الله ليه وتموح في شبابنا وأعلم أن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون فهذا درس مفيد جداً إنما أنا بتكلم على فكرة على برضو الكاس الدعوي كاس العالم الدعوي الذي تمارس وزارة الأوقاف ده شيء تاني بقى إحنا في وزارة الأوقاف دلوقتي بتستقطب علماء الأمة الإسلامية من كل دول العالم وعاوز أقول لكم على حاجة بس علماء العالم الإسلامي بييجوا علماء العالم الإسلامي كلهم بييجوا على مصر بدعوة كريمة من وزارة الأوقاف على حساب الموارد الزاتية لوزارة الأوقاف يعني إياك أن تظن أن الدولة ستتكبد مليماً واحداً في هذه التكلفة إنما وزارة الأوقاف بمواردها الزاتية وزارة الأوقاف بمواردها الزاتية هي التي تتولى الإنفاق على هذه البعثات التي نتمنى دوامها بمشيئة الله تبارك وتعالى كل التحية والاحترام للجميع فاصلوا ونواصل ابقوا معنا يا منت كريم يا رب قد إيه إحنا بنسعد جداً لما بيحصل إن إحنا يعني بنوصل رسالة وبنكون سبب في توصيل الرسالة ودي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فطبعاً برضو علشان حضراتكم نتواصل مباشرةً أنا أدعوكم في يوم الأربعاء في صلاة العشاء في مسجد الحسري لما نتقابل في مسجد الحسري معروف في السنس من أكتوبر يوم الأربعاء إن شاء الأربعاء بعد صلاة العشاء مباشرةً في دروس التفسير هناك في المسجد المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ينفعنا وينفعكم بما علمنا وبما يصر لنا يا رب العالمين إحنا قلتلك إن إحنا لازم لازم نكون سبب من أسباب السعادة لازم نكون سبب من أسباب السعادة علشان السعادة التي نتمناها من الله سبحانه وتعالى إن إحنا نقدر نباشر رسالة إيجابية التقى الإيجابية دي أمر من أمور المطلوبة اللي إحنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ننجح في إيصالها إليكم جميعاً إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول إيه في كتاب العزيز يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن ده كلام مين؟ ده كلام سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يحرص يحرص على التقى الإيجابية ويقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الصغير والكبير وكان هاشاً باشاً ويعرف النور والاستنارة في وجهه والمولى لما يقول في القرآن ويقوله للناس حسنة لازم تنشر طاقة إيجابية على الناس وتكون سبب لإن إحنا كلنا مسخرين لبعض وهنا بمنازمة التسخير عاوزك تاخد بالك من الآية بتاعة سورة المؤمنون والآية بتاعة سورة الزخرف في سورة المؤمنون المولى سبحانه وتعالى بيقول في كتابي العزيز فاتخستموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري فاتخستموهم سخرياً يعني إيه فاتخستموهم سخرياً بكسر السين سخرياً وفي سورة الزخرف يقول إيه ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً يبقى بتاعة سورة المؤمنون جاءت بكسر السين وجاءت بتاعة سورة الزخرف بضم السين الأولى يقول لك سخرياً والتانية سخرياً يعني كلنا خدم لبعض كلنا لصالح بعض أهيّ دي بقى هو ده التسخير اللي عاوزك تفهمه إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ليست سخرياً يبقى بضم السين أنت بص أنت عاوز تفرق بينهم وما تغلطش فيهم آه حاجة بسيطة خالص اللي بيحط من قدر الإنسان يبقى بالكسر سخرياً بيحط تحتها كسرة اللي بيحب بأخوه ليه وبي وبيدي له الطاقة الإجابية اللي لسه بيحكي لك عنها من خمس دقايق يبقى حط لها حركة الضم سخرياً لاتنين وردوا في القرآن الكريم فاحنا عاوزين نكون في حالة من حالات التضامن والحب والتفاؤل والإيجابية أنك ترى أني غداً بمشيئة الله سبحانه وتعالى سترى يعني دا درجة أني سيدنا بلال كان يرى في الموت مكافأة فبيقول غداً ألقى الأحبة شوف شايف في الموت إيه غداً ألقى الأحبة محمداً وصحبة لما النبي عليه الصلاة والسلام يخلينا نشوف في المرض مكافأة ويقول إن المؤمن تتحت عنه الخطايا كما يتحت عن الشجر ورقه لما النبي عليه الصلاة والسلام بيجعل المرض كفر للخطايا بيوريك الجانب الإيجابي في الشيء فيقول عودوا المرضى فإن دعوتهم مجابة وذنبهم مغفور فتصور حضرتك لما يكون المريض ذنبه مغفور ودعوته مجابة يبقى حيشوف إيه في المرض؟ حيشوف جانب مضيء جانب إيجابي جانب منعش للنفس يعني على رأي إيه أبو ماضي يقول أيها الشاكي وما بك داءه كن جميلا ترى الوجودة جميلة إنك أنت تقدر تستلهم المعنى الجميلة الحسن من كل الأحداث المحيطة بيك وإنك تشوف يعني يروى عن سيدنا عيسى عليه السلام إنه كان بيقول لأصحابه دائما انظروا إلى جمال الله في كل شيء ترونه وهم ماشيين يا حضرات عدوا على جثة حمار نافق ميت يعني وحشوف بقى منظر مؤذي جدا فواحد بيسأله كده بسخرية بيقول له يعني يا معلم وأين جمال الله فيما أراه فين بقى جمال الله في اللي أنا شايفه قد حمار ميت نظر إليه سيدنا المسيح عليه السلام وقال له إيه انظر إلى بياض أسنانه انظر إلى بياض أسنانه هذا الكلام عندنا في شرعنا أو في كتبنا يعني يعني لابد أن تلتفت لهذا المعنى المعنى أنك تستطيع أن ترى الشيء الحسن ولو في أشد حالات الأزمات وأشد لابد أن تكون متفائلا متفائلا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن العصر يأتي مرافق لليسر قال تعالى فإن معه العصر يسر إن معه يعني فأي مصيبة أو أي عصر أو أي أزمة حتيجي ملفوف معها حلها وفرجها كل المطلوب منك أنك تفك الشريطة بتاعة الأزمة تفك الشريطة بتاعة الأزمة بإيه بتسبيحك لله وبرضائك بما أصابك من الله وبتسليمك لأمر الله وبكسرة استغفارك لله وبالصدقة الطيبة التفرج بإذن الله نكمل حديثنا عن التسخير غدا بمشيئة الله صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته